السؤال الخمستاشر من امتحان الوزارة الاسترشادي لنهاية عام 2024 الصف الثاني الفانوي السؤال الخمستاشر بيقول إذا كانت النسبة بين نصفي قطر المكبسين الاستوانيين في المكبس المائي في حالة اتزان هي 7 إلى 2 فتكون النسبة بين الضغط أسفل المكبس الكبير إلى الضغط أسفل المكبس الصغير بكام؟ نحن عارفين أن في أي سائل النقطة دي إذا كان في نقطة في نفس المستوى الأفقي معاها لو دي نقطة ايه ودي نقطة بين في نفس المستوى الأفقي معاها وأن السائل متصل ما فيش حيطة هنا السائل متصل وسائل في بعضه النقطة دي ونقطة دي إذا نضغط عند الايه هو هو الضغط عند البين خلصنا دي عارفنا تعالوا بقى نشوف المسألة بتقول ايه المسألة بتقولك ان فيه مكبس واحد المكبس كبير والتاني المكبس صغير وفي حالة اتزان وفي حالة اتزان وان وان النصف القطر اتنين الى سبعة يعني لو ده قطره اتنين سنتي ده سبعة سنتي مثلا خلاص بيقول بقى يا ترى الضغط هنا وفي حالة اتزان يعني ادى بعض متساوين في بعض في نفس السوى فبيقول يا ترى تحت على طول النقطة دي الضغط هنا نفترض ان دي مثلا ايه وده تحت على طول بيه الضغط هنا عند البيه الضغط عند الايه وعند البيه متساوين ولا كام ولا ده مثلا برضو الضغط هنا اتنين وهنا خمسة ولا الضغوط مختلفة واضح جدا ان السائل متصل ما فيش حيطة في النص وواضح جدا ان الاتنين في نفس المستوى الافقي ولا مش في نفس المستوى الافقي في نفس المستوى الافقي بقى عمرت ان الاتنين سيلندر في نفس المستوى الافقي اذا اسفل منهم برضو في نفس المستوى الافقي يبقى واضح جدا ان الضغط عند الايه هو هو الضغط عند البيه يعني ايه يعني النسبة بينهم واحد الى واحد او النسبة بينهم واحد سهلا